موسيقى موسيقى احنا ما بنتكلمش دلوقتي ان احنا نشد الوش بس لا احنا لازم نعيد بناء كل الانسجة دي نقبله بدي موسيقى موسيقى من يمسك نشرة جراحة التجميل وهو ليس جراحة الجميل ده كارثة موقوطة على الجميع موسيقى 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 احنا بيشتري خدمة الخدمة دي لما مشتريه دي اسأل عليه موسيقى الاستاذ الدكتور عمر النجاري استاذ جراحة التجميل بكلية الطب عضو الجامعية المصرية لاجراحة التجميل عضو الجامعية الاوروبية لاجراحة التجميل الحاصر على شهادة المدربة المعتمد من شركة ابتوس للخيوط من ضمن 20 جراح على مستوى العالم والأوحد في الشرق الأوسط أهلا بكم بلا شك عالم التجميل عالم مصير للغاية من أكثر من جاه أولا والعالم البراق عالم الأتراكشن عالم حتى لما بيعملوا أفلام سينمائية أو مسلسلات جراح التجميل له جانب درامي كبير جدا يعني وده بيخلي الجاذبات بقى كبيرة في هذا العالم وده بيخلي برضه انه بعض المستعجلين بعض الغير لسه ما تدربوش بعض كمان المش متخصرين يتخلوا هذا المجال لبراق بريق كبير جدا من جميع نواحه الاجتماعية والنفسية والإنسانية من ناحية البرزنتيشن من ناحية البرستيج من ناحية الانتشار أيضا كمان على فكرة عملة الجراحي التجميل عملة جراحي التجميل الماهرين الدقيقين عملة قليلة عملة ندرة مش في مصر بس لا في الوطن العرب كله وفي العالم في العالم بدليل انه جراحي التجميل فيهم برندات اسماء في كل حاجة الخيوط لها برندات دلوقتي مش بس برند الخير لا ده برند مين اللي بيستغل الخير برند الجراحة ديت إزاي تعمل الأنف إزاي تعمل الجفون برندات هنا لازم نقف إزاي نفرق بين البرند الحقيقي وبين الخطأ وبين الأخطاء وبين الدخلاء وبين بعض من يمتلك رؤوس أموله ويتهلهم لهم يمكن يقتحموا عالم الطب وللأسف يقتحمون كلهم من عالم أو من جهة التجميل تعالوا نهاردة في حمار مسيط للغاية نطرح هذه القار وغيرها على طيف الحزي الحياة طيف الحزيز قمع الباية كبيرة اسم كبير تعالوا مجرح التجميل الحياة يعني أنا في رأيي أنه حمل على اعتقل الكثير جدا من المصاعب والكفاح في نقاط معينة في تقنيات معينة في بريزنتيشن معين في عالم التجميل والفترة طويلة الحمد لله باية أن نبني في مر هذا الصبر وهذا الجهد في عالم التجميل اللي كان صعب جدا الخيمة العالمية الكبيرة والسوبر الصرف في هذا المجال هو باية العزيز أهلا بك دكتور اي منزاي الله يخليك محشن جدا الله يخليك حبير قبل المبدأ طبعا يعني وإحنا الحمد لله في مرحلة جني السمار جني السمار الخيوط جني السمار التفوق جني السمار نتاج رائعة جني السمار كثيرة جدا وبدأت يبقى فيه برندات تتحط مرتبطة طبعا بإسمك أنت تتعب كتير في هذا المجال ما شاء الله يعني النهاردة بنفتخر بإن نحن نجحنا في زمن مش طويل لكن بعتبر طويل نسبيا سنة أدخلت الخيوط فيها مصر وما شاء الله دلقتي تلامزتك كتير الحمد لله دكتور عيبا احنا الخيوط أنا قلت لك أنا شغال الخيوط من سنة 2000 تقريبا لكن كان كل شغل هدي جدا يعني الدنيا لسه مفتوحة قوي ما كانش المجال لسه الناس عندها وارغة الموضوع خيوط لكن فعلا من حوالي 3-4 سنوية ابتدت الدنيا تقوم وبترينا فعلا نشوف دلوقتي صمر النجاح الحمد لله العملنا في مجال الحمد لله الحمد لله الحوار سيكون متنوع اليوم هيبقى فيه اكتر من نقطة لكن خلينا نبدأ بالأبد والأسر ورماضي وأبدأ بسؤال مهم قوي دخول غير المتخصصين في عالم جراحات التدمير أحدث أو جعل هناك فرصة لحدوث أخطاء فادحة هذه الأخطاء أساءت لهذا العالم عند غير المثقفين نسبوا الأخطاء لعالم التدمير وليس لمرتحة الخطأ أبيض أسود أبيض من الحاجات المزعجة جدا أن أنت تبقى بتتكلم في أي مكان في العيادة في نادي في عشاء في أي تجمع تلاقي ناس بتهاجم بطريقة غريبة جدا والهجوم هنا للأسف فيه شق إن شق إن هي فيه حد جرب بطريقة غلط وابتدى ينقل الخبرة بطريقة سلبية جدا وإحنا عندنا في الطب فيه حاجة معرفش تأكيد عارفها دكتور عائب العلم صعب وده زي ما حضرتك قلت بسبب إن فيه ناس كتير أو يدخل عن التجميل يبتد يخش ويبتد يجيبه عطباء لسه زغيرين عنهمش خبر بس هما بيغروهم ماديا بيغروهم معنويا بيغروهم إعلاميا زي ما حضرتك عارف فيبقى الشاب من دول فرحان مش مقدر قيمة المسئولية ومش مقدر إن هو أول واحد حيروح غلط في سكة غلط هما مش حاجة لهم حاجة ودي من الأهم من أحد الحاجات اللي إحنا لازم ننصح الناس لها أنت أي مكان تروحي عشان تاخذي خدمة طبية لازم تصقف المكان لازم عرفي مين الاستشاري أو الكونسالت أو الجهة اللي بتمول المكان ده أو هي المسئولة بحيث إن أنت ما ترميش نفسك لأي حد وللأسف ده بيحصل كثير السؤال ده هوت الحقيقة أنا يعني مستغربه بس هسألولك زي ما أنا فكرت فيه الجفون هي من أكثر المناطق حساسية ومع ذلك تسلل أو تجرأ عليها غير المتخصصين هل تأبيض ولا سوط العماطق هو أبيض بفعلا دي حقيقة هو أولا هي الجراحة الجفون جراحة دقيقة جدا عملية سهل قوي بس صعبة جدا في نفس الوقت سهولتها التكنيك بتاعها ممكن أي حد يشوفه ممكن يعرفه أو ممكن يعمله صعوبتها في أن أنا إزا يكون ميزان ربنا خالق يا دكتور أيمن حوالينا العين مخداد دهنية المخداد الدهنية دي فيه بيبتدي الدهون دي تزوقه مش معنى أن الدهون أو الـ eye bags دي بدأ تظهر أن أنا خش أشيل الـ eye bags دي لو أنا دخلت شلت الـ eye bags دي هتبقى sunken eyes يعني sunken eyes هتبقى العين زي اللي عندهم جفاف غائرة بالظبط غائرة بدخل الجو دخل الجو هي الفكرة كلها مش أن أنا إزاي أشيل الدهون أو إزاي أشيل كمية الدهون إزاي إن أنا بحرفية إن أنا أشيل الزيادات بالميزان مش بالميزان رسمي بالميزان السنسل الجراح وإزاي أقوّل غشاء العضلي ده تاني تعرف يا دكتور أعمل لما نعمل شد البط نفس الحكاية إن إحنا العضلة لما ترتخي أو بتبع لما ضيها في البط بتزوق كل ما هو داخل تجويف فإحنا مش بس إن إحنا نشيل تجويف البط لا إحنا بس بنقرب العضلات من بعضها بطريقة فنية معينة الخطورة بالأكتر من كده إن أنا أشيل الجلد قد إيه ميزان الجلد ميزان الجلد ده إن إحنا إزاي أشيل جلد من الجفن العلوي أو السوفلي بحيس إن أنا لا أغير شكل العين وهي مفتوحة لا أغير قفلت العين في ناس بتشيل إكساس فالعين ما قدرش يفتح عين وفيه إكسبوجر للعين ويجي له بقى تقرح وكله مشاكل الجفن السوفلي كذلك إن أنا لو شلت كتير ممكن يحصل الإكتروبيون أو انقلاب الجفن ويحصل وده ما يتعليكش إلا بالجراحة بعد كده هي الفكرة كلها إن سهولة أو إن في ناس بتدت بنقول عليهم كرش ما تعبش ما سفرش ما راحش ما جاش عشان يبقى يوصل بالحرافية إن هو يقدر يبقى الميزان الجراح الديسجن إن هو بيخد القرار إمتى يشيل وإمتى ما يشيلش بعض الناس تروج بحلول أخرى في التعامل مع الكفون غير الجراحة وعرون أنا هو يمكن الحصول على نتائج من هذه الحلول مثل كريمات مثل مش عارف إيه أجهزة قوى سود ليه بقى إحنا لازم في أي مشكلة لازم نعمل لا أنا ألا سيستحليل إحنا اللوقتي عندنا الهايكل بتاع الجفن ده في جلد في دهون في عضلات كل واحدة من دول مشكلة وكل واحدة من دول ده إيه حل إمتى نستغل الجلد فقط إمتى نعمل علاج للجلد فقط إمتى نعمل علاج للجلد وللعضلات إمتى نعمل الجلد والعضلات والدهون ما ينفعش يعني هو في ناس بلقتي بره بتعمل حاجة جميلة جدا التقدم بقى في التكنولوجي بتاع جراحات الجفون بدل ما يفتح فتحة كبيرة بيبتدي يعمل صغيرة فتحة صغيرة ويبتدي يعمل زي يسحب الدهون الزيادة وبعد كده ما يلعبش خلص ولا يعمل جروح لحاجة وبعد كده يعمل جلسات حاجة اسمها ليزر معين كده عشان يعمل نعمل شد الجلد اول سكين تايت بس دي ما بتنفعش في كل الحالات يعني امتى نجربها زي ما تلاقي بيبقى في ناس عندها ورصيا الايبكس دي وهي ابنت صغيرة لسه جلدها كويس دي اللي ممكن نجرب فيها الحلول دي انا بنعمل شد الجفون دلوقتي او عمليات بديلة لشد الجفون بالخيوط الجرحية هي الفكرة ان احنا عايزين نداري الجيوب الدهنية وفي نفس الوقت عايزين نعمل نرجع في طبقات من الدهون الموجودة في الخد بتبقى ساطت شوية مع تقدم العمر عايزين نرجحها مكانها تاني وازاي نملى الفراغ الهولونس ده اللي موجود حوالين العين ونداري بيه الايبكس جولي ده بنعمله بالخيوط الجرحية هل الكلام ده حدر نعممه لا ما نقدرش نعممه ليه لان احنا بنحط قواعد لاختيار طريقة العلاجة انت حضرتك تنفعك دي هنعمل للك ما ننفعك شديم ما شنعملها لك مش ننفع هنا لا ننفع هنا هناك طرق دخل في عمليات تجميل الانف او بمعنى صح في تجميل الانف اسليب غير جراحية هذه بدأت تقترب من عقول الكثيرين وبدأت تنفذ الكثيرين على زياد من رغبتهم ابيض اسود ابيض ان هي ابتدت فعلا كل الناس تسأل عليها بس هي المشكلة ان برضو حارجع اقول لك ثاني او العيوب اللي موجودة في الانف الاولية اللي هي لسه ما عملش عمليات احنا بنقايمها الاول لو لقينا ال دي كتير وكبيرة يبقى لازم نلجأ للجراحة ساعات بيبقى في عيوب طفيفة اللي هي لو اعتعملت الجراحة يعني خلي بالك بقى من الحتة دي الناس لازم ساعات ناس بتبقى عندها عيوب في الانف بسيطة جدا اللي هي لو اعتعملت عملية ممكن ما تتحسنش او تتحسن بعد 6 شهور فالمريض بيطلع من العملية مش ساتسفايد ويفضل يصنف هنا بنقوله لأ انت هنا ممكن نعملك الحلول الغير جراحية او الحلول المنم ال الحلول دي كزا حاجة ممكن حوان بوتوكس ممكن حوان ممكن الخيوط وده الجديد بقى اللي الناس ما عرفش ما عرفش يقول لأ احنا احنا ازاي نصلح العيوب الانف بالخيوط في جميع انواع او في جميع انواع التشوهات الموجودة في شكل الانف وعلى فكرة الخيوط في الانف احنا تكلمنا عنها بالزبط ونواهنا عنها بس مش من زمان وما تكلمنش كتير عنها ممكن تعمل ايه في الانف ممكن ترفع الانف في ناس كتير اول بتبقى عايزة بس ترفع لأ ده في حاجة كمان عايزة اقول لك معظم الناس اللي بتعمل عمليات الانف بدون خبرة بيحصل سقوط الانف بعدها وده خطأ جراحي وفي جراح ما بيبقاش عارف هو عمل ايه وايه السبب طيب هنقول له طيب خلاص ماشي استنى بقى انتا شوية احنا تعالى بقى احنا بنعمل ده ببنج موضعي في العيادة نعمل لطيب ببنج موضعي طيب ايه تاني احنا ممكن نضيق الفتحات الانف ممكن نضيقها عن طريق استخدام الخيوط ممكن نعمل لطيب او نخلي مقدمة الانف بدل البوكسي او العريضة عن طريق ان احنا استخدام الخيوط في حمل كتير قوي طبعا الا لو كان في مشكلة في العظم مشكلة العظم دي على جميع المستويات احنا بنلجأ في الجراحة فيها دي اهم حاجة عايزة نروح للفلر في الانف الفلر والانف عالم بدأ ياخزه او بدأ يتواجد بشكل كبير ولكن يعيبه تكاليفه الكبير طبع بياد السودو على الرماط الفلر المرتبط بالفلوس دايما بس هو اسكر الفلر وبقى المشكلة اللي وراء الجملة اللي وراء على طول بس غير لا هو الفلر مش غيري خلص وبالذات ان في حاجة عايزة بطفة بس معلومة الفلر في تصليح الانف انا ما باخدش كميات كبيرة الناس برضو لازم تبقى فاهمة او الجراحين يبقوا فاهمين او الناس الجراحين اللي هما او الدكاترة اللي هما بيشتغلوا في المجال ده مش شطارة ان انا حجم كتير لان الحقن الكتير ده ممكن يعرض للمريضة المشاكل الاخطر من كده اتعرف الانترافاسكولار انجيكشن هنا على الحتة دي من الدانجرزونز او الدانجرززونز الحق لداخل الاوعية الدموية في المنطقة المنطقة اللي هسلسة بتاعت المنطقة الخطيرة خطيرة جد ممكن تعمل بالفاسكولار سيس بتاع المخ زائد ان هي ممكن تعمل انسداد في الاوعية الدموية في الشرايين دي وممكن تعمل مشاكل كبيرة جدا يا صبحا الله فلازم نحقن بحساب وبمقدار بسيط فعشان كده على فكرة حق ان الانف بالفيلر مش غالي ان هي حقنة الانف في الفيلر حقنة الانف حصو حقنة الفيلر مش غالية او بنعتبر او لو نقسها بالجراح في فرق شاسع الحكة الاهم من كده ان الانف من الاجزاء السابتة في الوجه الاجزاء السابتة في الوجه ده في الفيلر ايه مزلتها ان الفيلر بيعيش فيها اكتر يعني الفيلر اللي بيقعد في الوجه 9 شهور ممكن يقعد في الانف سنة ونص زائد ان فيه تكنولوجيز الوقتي في تصنيع الفيلر المتخصصة في حقن الانف ممكن تقعد سنتين وتلات سنين الموضوع هنا ان انا بختار الفيلر المناسب والاهم منه المقادير ان انا حقنة حتى لو انا زي عملية حقول لحضرتك انا حقنك النهاردة اتنين ميلي بس وهتجيلي بعد اسبوع اشتري احقنك اتنين ميلي تاني ما تتصرعيش ولا انت ولا الدكتور عشان المشاكل اللي ممكن تحصل منحانة الفيلر في الانف اخطر بكتير جدا من النتيجة اللي ممكن نشوف المنح هذا بقى المنطقة اخرى في الحوار المتهم والجاني والبريق جاني مبتهم ام بريق طبعا لما يجي المتهم والجاني والبريق رفضر المشهد شفت الدهون اه اول منقوله متهم وجاني وبريق شفت شفت الدهون اول حاجة تطلع في المغنى طيب شفت الدهون دخل فيك الان اجهزة حديثة زي ليبو ساوند تمام من لا يستخدم اللايبو الساوند ويذهب الى تقنيات قديمة مثل الليزر مثلا او هل تراغب اتهم ام جاني ام بريق سؤال محرم وانت عندك لايبو صح اه انا شخصيا بقول بمتال امانة ما ينفعش نبقى في 2016 ويبقى في لسه ناس بتشفت بالتراتيشنال وي تقلصوا بالتقريد مش عشان التكنولوجي غالية او التكنولوجي صعبة لا هو التكنولوجي دايما اتعرف اي شركة بتقدم سورفوس دايما بتحاول توصل بالتكنولوجي الاعلى عشان الانديوزر اللي هو المستخدم اهمية اهمية اوصل المستخدم اهم حاجة ان هو يبقى واخد سورفوس كويس الطرق الشفط العادية بتدمر الجسم بتبوز الانسجة بتعمل كدمات كبيرة جدا بتخلينا عنيف جدا وانا بشفط بتخلي العيان يقوم من عيان متوجه متورم فيه كدمات كتير بأثر سلبي كبير عالجلد فطبعا يعني احنا تقريبا من 2005 ما بنشتغلش بالترادوشنل يعني بقى لنا حوالي 11 سنة مفروض محدش يشتغل مش دي النهاردة يعني السؤال ده كان مفروض نسيقله 2005 2006 اللايبوسوند فيه ميزة معرفش الناس عرفها ولا لا عن الفيزر او الالتراسونك اللي هو متعرف عليه انه الامان فيه اعلى انه بيتعامل في الوجه دايما اي اجهزة التراسونك كان او ما ينفعش تعمل في الهيدا النك ده اول جهاز التراسونك بيستخدم فيه الموجات فوق سوق 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 فيه الوجه والرقبة برضو احنا مش بنقول كده عشان نحمس الناس او لكن على اضيق الحدود لازم نبقى عارفين احنا كشباب جراحين او مرضى ان انت لازم تبقى متطمنة ان انت داخل تعملي عملية المفروض انها سهلة مفروض ان الاستشار تاعها سريع فلازم تبقى بالتكنولوجي الجديد السؤال الده ده سؤال فني قوي بعد جراحات السمنة المفرطة العام بيخس جدا بيبعدوا تراهولات مختلفة عن التراهولات بتاعت اي عيان تاني اكيد انا هقول لك من يتجرأ ويتعامل مع تراهولات السمنة المفرطة بالشد بنفس طريقة او بدون تركيز يعتقد انه تشابه هذه التراهولات تراهولات الانسان العادي هذا المتهول متهم والنجاني والبريجاني متهم متهم اولا الناس اللي بتعمل الجراحات السمنة تبقى عندها ظروف صحية مقتلفة شوية عننا دايما بتلاقي عندهم انيميا دايما بتلاقي عندهم ناصف فيتاميز معينة والحاجات اللي هي بتساعد على التقام الجروح فلما بيجي نتعامل معهم احنا مش بتعامل معهم فنيا بس في قياسات او في مقاييس او في وضعية جروح احنا بتعامل معهم صحيا بنتعامل معهم في خطة علاجية احنا بنتفق عليها حنبتدي بايه ونمشي ازاي ايه المسافة المسموحة او الامنة ان احنا بين كل عملية والتانية لان انت خلي بالك انت المتيجي تعمل عملية زي شد البطن او شد الظهر او شد الفغد انت انت بتمشي على عيام بروتوكول وطريقة ماشية طريقة تقليبة في السرير انت انت مفروض تمشي ازاي تقعد ازاي تحط رجل على رجل ازاي تتقلف في السرير ازاي ده بروتوكول ده لو ما تعملش يبقى انت ظلمت المريض بتاعك في الرزل بتاعت وظلمت نفسك في الرزل بتاعت فالموضوع مش موضوع ان انا جراح بقدر اقص جلد امتى اختار الجرح العرضي شد الجلد وفي ناس كتبت فيها وناس ذكرت فيها وناس تعمقت فيها وناس بقت معروفة في العالم كله ان ده بتاع دي فهي الموضوع الوقت مش ان انا اجراح وخلاص لا ده انا اجراح تجميل ومتخصص في هذا المكان الزلد طبعا قد ياخذ لك وجلد الناس اللي عندها سميه من فرط الامة جلد ضعيف جلد ضعيف جدا لان هو قاعد فترة طويلة بل يوصلوش جمع كويس فالفيتاليزيشن بتاعه نفسه ضعيف التقاب صعب الطبيب الذي يخبر المريضة ان جميع جز تنسيخ القوام مثل بعضها البعض الليبوس زي وزي الليزر زي الفيزر لا هو الموضوع مشكلة خالص التكنولوجي كل يوم فيها جديد حتى عارف المكنة بتاعت البابراتور فيها تكنولوجي فيها جديد دلوقتي فيها جهزة بدل ما بتعمل حركة طولية 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 عشان تعمل انفراسونيك ويبز برضو تحفز الكوليشن الموضوع فيه تكنولوجي كل جهاز غير التاني كل جهاز دلوقتي يبتدى يبقى معامل الامان فيه هو تكنولوجي اكتر مشغالين بالتكنولوجي بتاعت الالتراسون بس كل جهاز ليه معامل امان اكتر فيه الجهاز فيه يعني الجهاز الفابراتور الجديد بقولك عليه ده ده لو خبط في اي حاجة مش دون يقف يقف سيفتي كانش موجود قبل كده زي ما قلتلك اللايبو ساند اللايبو ساند اللايبو ساند امن جدا في استخدامه في النك يعني التكنولوجي الجديدة هدفها السيفتي مش معنى ان هو التراسونيك ان هو يبقى كل واحد والاهم من كده اللي الناس لازم تبقى عارفها ان برضو السيفتي في الطبيب الطبيب اللي هو عارف ان هو عارف ان المنطقة دي حزبط الجهاز ده على القوة دي وحستخدم الكانيولا اللي طولها ورفعها كزا هي كانيولات الالتراسوند هي عبارة عن كانيولا مسمطة فيها من قدام هي اللي بتطلع الموجات الفوق الصوتية انا دلوقتي حشفت نك حشفت دراع حشفت بطن حشفت دهر حشفت كل منطقة من دي لها طول كانيولا سمك كانيولا عدد البروبز او عدد الاماكن بيطلع منها الرئيس قوتها درجة حراباتها بتتزبط على كل منطقة غير التانية مش كل عائلة غير التانية عشان الناس فاجمة ان كل عائلة غير التانية كل منطقة غير التانية ده الامان اللي بيخلي واحد يستخدم نفس الجهاز يحرق الجلد واحد يستخدم نفس الجهاز ما يحرقش الجلد هل سهب الى المنطقة الثالثة في الحوار الوا والشك واليقين و شك ام يقين ايجانا انا هبب محتر بقى في الاوهام والشجوك دي عايس حلقات لوحدها لكن خلينا اركز على كم وهم كده او كم شك بيكونوا يقين واحكيهم لحظة الفكرة الاولى يعتقد البعض ممن عندهم مشاكل في الكفون انه عمليات شك الكفون يمكن ان تأثر على نظرهم وده بيخليهم يترددوا في انهم يروحوا وطبعا بيكرروا مرادة وتكرروا ونبه يا دكتور عين مش التأثر ونبه يا دكتور عين ونبه يا دكتور عين ونبه يا دكتور عين الجفن والعين هو يعني هي حاجة من التاني يعني مش لازم يقبق الدكتور عدد فاهم الجفن حاجة والعين حاجة تانية خالص على فكرة الناس مش يعني صعب جدا هي خوف اه شايفين الجفن ده أرامل عين ده هو العين ده احنا ساعات بنعمل عملية الجفن من الدخل طبعا في حاجة اسمعها ايضا تكثر احنا بنحطها على العين وإحنا شرعين او بيحمل عين احنا بعيد خالص يا جماعة احنا ماناش اي علاقة بالعين خالص ده اشهر الاوهام بس معه يوميا انا على فكرة اه اصدقاء وعواء الاخير يشوفون يقولي اه بس العين حتها خطيرة والخطة في العين اقول العين ايه وإحنا ملوش علاقة ايه 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 طبعا مشكلة تجميل الأنف السؤال ده مهم اول تجميل الأنف عن تاريخ الجراحة المغلقة الاخير هو بص خليها نقول دبلوماسية لا خلص هي مش دبلوماسية هي الفكرة كلها اه فيه ناس حطت قوانين في جراحات التجميل قوانين جراحات التجميل دي ممكن تبقى ماشي على دماغي ومش ماشي على دماغي حت تاني بس انا اعتقد يعني هو دايما ربنا ادنا مخينا عشان نقدم نميز الجراحة المغلقة للأنف يمكن فيها ميزة ميزة او اتنين عن الجراحة المفتوحة لكن الجراحة المفتوحة مليانة مميزات عن الجراحة المغلقة لما تيي تقارس ايه الميزة بتاعت الجراحة المغلقة الميزة قد تغيب تغيب ببحلاقة ان هو ما اعمل لكش جارح انا والتورم ممكن يعد فترة Shift بس لكن الميزات الجراحة المفتوحة ان انت شايف المناخير كلها قادر تشيل بالصمت والمن قادر تظبط الانجلز ازر تزبط الفالبز فيه فالبز يا جماعة فيه الدكاترة فيه سمامات على فكرة ما السمامات زاوية زاوية ما بين غضاريف ده سمام ممكن ما يزبطش معاك لو انت عاملو كلوزد طب ليه بقى ما تفتحش وليه تشوف وليه تعمل جرح ايه المشكلة ما تعمل جرح ما بيبانش بتقفل بغرزة غرزة 6-0 دي لا تذكر بتشال بعد 4-5 ايام التورم كده كده بيفرق ايام بسيطة لكن انا رأيي الشخصي ان مفروض مفروض اطباء من بعد سنة 95 في العالم اجتمعوا ان الجراحة الانف المفتوحة هي the best result and the best option اه 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 افضل النتاج لا افضل الاحتمالات او الاختيارة بالضبط فيه ناس لسه مؤمنة وعندها قناة عن الكلوزد احسن طيب خلاص اوكي انا ما عنديش ايه مشكلة طالما انت بتبرفكت وبتمستر التكنيك ده ولا نجود انت اللي وردتنا النهاردة وبعت بهذا الحوار الممتع المثير والجميل انه انا قدرت ان اخرج بكتور عملي بمسياتي المشهورة بقراء واضحة جدا وحدة كدا في مواضيع مهمة كده وخصوصا بعض المطيع بتعلقها بماناطق مهمة في الوقت انتو فاهميني طبعا وده مكسب كبير وانا فرحان اوي بهذا المكسب انا اتكلم اشترك معنا خبير او ضيف العزيز او صديقه عملي بن جاري كان ضيف انا في الناس الحلوى حافظوا على نفسيكم حافظوا على وجهكم حافظوا على جسمكم ونصحتي ما تسلمش نفسك الا اللي انت متأكد انه هيخدمك خدمة جيدة مبنية على علم منضبط دقيق وبدمير وبدون نظرة اخرى غير مصلحة المريضة ثلاث اربع حاجات تحطها في دماغك وانت بتصيرش متستعجلش لانه جراحة تجميل جراحة مش امرجنسي مش طوال الا في مراطق معينة يعني الجراحات الحروق مش عرفين حاجات بيجي لكن غير كده هي جراحة تحتاج منك التراوي والتقني والاختيار الجيد الاختيار الجيد اختيار اسم اداة سيرة مهنية متميزة لغاية ده اللي اعلمتلكم ومازلت بعلمهلكم وان شاء الله طول ما احنا عن شين هنفضل معلمكم هذا المعلم وعشان تجد ان تفضلوا مع ناس الحلق